في طوز خرماته كل شيء توقف عند زمن معين فويلات الحروب وأزمان مظلمة حدت من نشاط الشباب وأوقفت عجلة الرياضة فهنا تطلق الوعود ويتوقف التنفيذ الناشد جميع الوزراء المسؤولين المهتمين بقضية الرياضية لحد الآن ما لمسنا منعهم ولا أي شيء وبقت هاي القاعة مهملة والمشكلة هسا الشبابنا قاعد يروحون إلى مناطق أخرى قاعات أخرى يتمرنون بسبب إحمال هاي القاعة وعدنا منتدى الشباب بلدى الطوز اتعرضت إلى قصف جوه 2018 اهدمت أكثر من النص وهم ماكو أي شيء من عدها عتبنا وعد إلنا الكابتن عدنا ندرجال بزيارة قضاء الطوز لم وبالمناسبة تم زيارة كاف محافظة صلاح الدين ومحافظة كاركوك ويعبر من هذا الطريق الكل تعرف هذا الطريق دوز كاركوك بغداد خط استراتيجي يعني نتمنى أن يزور قضاء الطوز لدينا ملعب 5000 متفرج نسبة الإنزاج 80% أين وصل؟ لماذا لم أحد هنا أي شخص أي مسؤول لم يدافع على هذا الموضوع البنى التحتية ودعم الشباب عاملان غائبان عن المشهد الرياضي في مدينة تحمل من الطاقات ما يؤهلها للمشاركة في المحافل المحلية والقطرية والدولية لكنها تعاني الإهمال وتنتظر الالتفاتة والله البنى التحكية من 2014 ماكو دعم أي دعم للقضاء ماكو احنا نطلب من وزير الشباب والرياضة أصطاد عدنان درجال بس يدعمنا حتى الشباب اي والله ماكو دعم كل شي ماكو القضاء يعني لا خدمات لا دعم كل شي ماكو عن هو أهم شيء الرياضة الشباب يهتمون بالشباب خصوصا في مدينة تسخرمات اللي عانة ما عانة من الحروب والولاة هذا فعدنا قراءات رياضية أربعة خمسة مهدمة بسبب الحروب من 2014 ون انفجارات متهدمة احنا ما جاي نطلب منعدهم بيننا وجاي ابنوا إنه احنا الريض بس يعمرون هسا جاي شفتوا هسا تصورتوا المباني متهدمة ما يصطح للرياضة شوي يحتاج الترميم ما ترميم حتى يصير ثلاث قاعات وملاعب أخرى مهددة بالانهيار وملعب سعته خمسة ألاف متفرج توقف العمل فيه بداع التخصيصات وشباب طوز خرماته عين على الدرب تنتظر زائر بغداد الهدف الرئيسي من دعم الشباب وخصوصا شريحة الرياضيين هو تقويم المجتمعات وتقويتها هكذا تعمل الدول المتقدمة من قضاء طوز خرمات وسيف الله يونس قناة الفرات الفضائية